السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الأحداث التي تجري الآن والليلة الماضية في غزة من مجازر مؤلمة اتجاه الأطفال والنساء والمستشفيات والمرضى والعجزة وما نراه من مجاهدة رأي العام لهذه الأحداث وكأني لأول مرة أفهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيما معناه تكاد تكاد تداعى عليكم الأمم كما تداعى على الأكلة إلى قصعتها فقال قائل أمن قلة نحن يا رسول الله قال بل كثير ولكن غزاك غزاء السيل ولينزعنا الله من قلوب عدوبكم مهابتكم ويقذفن في قلوبكم الوهم فقالوا يا رسول الله وامل وهن قال حب الدنيا هنا بيت القصيد المعضلة كلها والمعادلة في حب الدنيا وحب الدنيا يتنوع وأخذ أشكال كثيرة جدا حب الدنيا عندما لا يعيش الإنسان لقيامه يبحث وهناك انفصال ما بين قيامه وما يؤمن به وما بين السلوكات اليومية عندما تصبح الشهرة والمال وما يقتني كل ما يقتنيه من العالم الخارجي لأعطاء قيمة له ويشعر وكأن قيمته مرتبطة بما يقتني من العالم الخارجي حتى يصبح ذو قيمة هنا يصبح الإنسان فارغ ولا يستطيع أن يقاوم حتى رغباته هنا يصبح أي نسمة تمر به ينهزم ولا يبدل جهد أي عدو أو أي جبهة أن تقاتله لأنه أصلا هو مهزوم من الداخل لذلك لابد علينا أن نفهم شيء مهم جدا أكثر الناس عزة وقوة هم أصحاب غزة والمناضلين والمرابطين في تلك الأراضي الطيبة والمقدسة الإشكال فينا نحن الذين يشاهدون هذه المجازر ونبكي وننتحب ثم نعود وكأن شيئا لم يحدث هنا نقوم بشيء خطر جدا وهو وكأننا نتكيف حتى تصبح هذه الأحداث عادية جدا طيب قد يسأل سائل وما العمل ما الذي تريدين أن نقوم به إذن ما الذي ينبغي القيام به هناك ثلاث محطات المحطة الأولى لابد من الفهم ونقصد بالفهم فهم حقيقة المعركة ما هي هذه المعركة من هو العدو الحقيقي ليس كل من نختلف معه هو العدو ولكن هناك جبهة أو جهة واحدة هي العدو هو عدو للبشرية وليس فقط نحن المسلمين وكل من يناقض قيم وشرعا عز وجل والتعمير في هذه الأرض ونشر الفساد والرذيلة في هذه الأرض من هو هذا العدو؟ ما الذي يريده مننا؟ ثم كيف نتعامل أو بمجرد نفهم هذه المعركة ومن هو العدو الحقيقي؟ ننتقل محطة الثانية وهي لابد أن نستشعر مشاعرنا نفهم أيضا مشاعر أو نعيش مشاعرنا ونقصد بعيش مشاعرنا أن نواجه هذه المشاعر ما هي ونفهم هذه المشاعر هل نشعر بالألم نتيجة ما يحدث اتجاه الأبطال الموجودين ويجابهون ويرابطون في غزة وفلسطين أم الألم اتجاه مسؤوليتنا اتجاه الله عز وجل وشعرنا بالعجز أم ماذا بالتحديد؟ ثم بعد ذلك ما الذي ينبغي أن نقوم به؟ نحدد القضية التي نعجل من أجلها وهذه القضية من أي مكان تستطيع أن تخدم قضية تعيش من أجل تؤمن بها هي رسالتك في الحياة هذه الرسالة تعالج ثغرة ومشكلة وأزمة قد تكون تعاني منها كل الإنسان وقد يكون تعاني منها فقط المسلمين ما هي هذه القضية التي أعيش منها؟ والقضايا كثيرة جدا في جانب الأسرة عدد من القضايا كبير جدا الإباحية الطلاق المخدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر